كنت في يوم الايام في المكان ده فهسألك على صفقتين فيهم من ريحة صفقتك يعني فيهم كده جزء من اللي حصل لك يعني عبدالله السعيد وانتقاره للزمالك امام عشور وانتقاره الاهل الاتنين عد عليهم وقت بس احب اسمع وجهة نظر واحد عاش التجربة دي لا هو الاتنين مختلفين عني يعني انا طبعا بس اقضي شبه ان زمالك اهلي اهلي زمائي يعني فهم هو في الاخر اه دوت صاحب القرار وده صاحب القرار ان هو يروح يعني ماشي طيب اه مسلا عبدالله السعيد انا من فترة طويلة كده كنت بعد اقول ايه ان لما راح بيراميز يعني اه حسيت الان الاضواق بعدت عنهم عنه كان مقدي احسن اداء في بيراميز حي حتى جيب اهداف ويهو يتبر لو ماشي كده ممكن يبقى الهداف التاريخي لبيراميز وكده ماشي شايف ان هو لما راح نادي زمالك تحسيت ان هو اه لمع تاني الناس كلها اتكلمت عنه بيموت نفسه عشان عايز يزبط لكل الناس ان انا لعيب كويس وعايز ياخد بطولة حال اه فهو دوت يعني ده عبدالله السعيد امام يعني انا كان نفسي يستمر في الاحتراف ماشي يعني انا كان نفسي يستمر في الاحتراف كان هيروح في حتة تانية خالص وانا موافق جدا انه كان هيروح اكيد في حتة كبير اه بالزبط لانه لعب كويس قوي عنده بيجري بكورة كويس عنده مهارة فردية بيشوت بيمينه وشماله وبيلعب بدماغه كويس بيتكمل في التمنتاشر كويس عنده رؤية وعنده مجهود كبير صحيح زي زي لعب زي جنة يعني في نص الملعة يعني فان هو جي النادي الالي بحس انه هو يعني عارف اللي هو ايه انا رايح النادي الالي بس هو مش اهلاوي هو بيحب نادي الزمالك يعني دي من وجه اتنظر انا حاس ان هو ريسة بيحب الزمالك ممكن عصا خلي بالك اني جي في مرة قالك في برنامج قالك انا كنت بتفرج على مطش النادي الزمالك كزا بتتفرج ليه انا مزا بروعت لما روحت النادي الاهلي لما روحت النادي الزمالك كنتش بتفرج على الاهلي خالص غير في المطشاط ان احنا بتقيم الفريط الاهلي ومميزاتها وايه كزا مم وما كنتش بسمع عنهم اي اخبار ولا كنت بحيبها خالص خالص انت فاهمني فا بس ليه كنت لاغي ده ليه علشان مشاعر ما تصحاش يعني بالزبط كده اه بروف عليك حيلة دي ماشي ماشي يعني هي صعبة يا حسنان طبعا ان انت تبقى مثلا ب اصلا خلي بالك امام كمان غير عبدالله عبدالله يعني مش محترف اوي محترف اوي لو انا مش اهلاوي مش زمالك كوب اسمع الله ومش فارغ معي على حد انا عايز انا 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 همشي في تاريخ اعمل بطولاته وفلوس موافق جدا او فلوس وبعد كده بطولاته الداو ده يعني انت فاهمني امام كان مشاعر وزمالك كاوب ويعمل ويهتف وكزا 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 ويبتيت ففي الاخر بقى يقول لك انا اهلاوي وانا بحب النادي الاهلي وانا اش عارف اتعودته والنادي الاهلي عودنا ففيه كلام كده ما ببقتنعش به كده في بداية انت لسه بلك شهرين ثلاثة انت فاهمني زي شفت بقى انا كان لازم اسألك ليه ان انت عشت تكلمة شابه دي حتى هو كمير لما سافر برا هو بيقول لك النادي كزا كزا فالواد وكيل اعمال له بلاش دي دلوقتي اه صح صح لما كان مش عارفين يتكلموا انجليزي اه 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 فانا لأ انا في الاخر كنتش بتفرج على النادي الاهلي وما بعملش كزا عشان مشاعري بأمانة يعني دي دي حاجة انت قلتها كويسة جدا بس انت جوه الزمالك انت من جواك في قلبك انت اهلاوي اهلاوي بس بموت نفسها وافق جدا ما ما بيش حاجة اسمها يعني حسام وابراهيم لما راحوا برضو باهلي الزمالك هم ايقونات في الاهلي كانوا بلعبوا لحد يموتوا نفسوه بس هما جوه في القلب اهلاوي اه بالضبط فصعب اوي انك تتحول صح كده؟ لا كمان انا انا ناشئين اهلي كمان منعار منعار دي كمان دي صعبة جدا ان انت في يوم وليلة تتحول يعني انا في ناس بس تغربهم اوي يعودوا لك انا زمكاوي ابويا كان زمركاوي وامي زمركاوي ايه وهو كان بيرعب في النادي الاهلي امم لا انت عشان اكل العيش عمال تنتمي بس الناس اللي غيرت اه علنا دي يعني مش 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 هقول لك ان هم كتير اما تلتة لبعة تنفار يعني يعني خلينا اقول على مسلا ابراهيم سعيد بالضبط محدش عارف هو اهلي ولا زمكاوي قال كده مكتب قال كده كده ودي برضو انا انا مدى يعني اعني ابراهيم انا عارفه وعلى فكرة جيل ابراهيم اه يعني احنا جيل مع بعض اه سنين عمر وفي النادي الاهلي غاية عشرين سنة وبعد كده وطلع درجة اولى وانا مم روحت الاتحاد اه 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 انا استغربت ان هو قال لك انا زمركاوي امم ماشي يعني اقول انا زي يا عم اقول مسلا اطلع شكل في نادي الزمالك ثم انت في نادي الزمالك والكلام ده اه وحاجة دي عادية اما بعد ما اتبطل طول انا زمركاوي دي صعبة بكا رجع على انا اهليه ما هي دي النقطة هل انت رجعت عشان الشغل عشان اكل العيش فهي دي تبقى بديد دي بتضيقني صراحة امم يعني لو تفضل على طول انا زمركاوي انا زمركاوي عشان تشتغل وتخش نادي الزمالك اه وتفضل كذا لا وخليك على موقفك اين كان الرزق ده بقى تعرف في ناس كتيرة كده في لبالك في ناس كتيرة جدا اه يعني في ناس كتيرة بتقول لك نادي الزمالك وده نادي الزمالك وده بيتي وده وكذا وكذا عشان عارفين ان هم هيخدشوا في ناس الزمالك اشتغلسوا لو هو ما كده يقولك انا اهلاوي فدي صراحة انا ما بحبش ان انت مسلا انت معك يتغير بسببك العيش وربنا بيجد لك الحلول بتاعتك رزقك ده كده كده موجود صح جدا يعني ربنا هيكتبولك في اي مكان طيب